شارك في الحل، ده اسمه مبادرة جديدة أطلقتها وزارة البيئة لتعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وده من خلال المشاركة في الجهود المبدولة لخفض انبعاثات الغازات المستنفدة للأذون والمتسببة في تفاقم ظهرة الاحتباس الحراري والحقيقة أنه الحل مش هيتحقق إلا بمشاركتنا كلنا عشان ننعم ببيئة صحية ونظيفة في نفس الوقت خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة وأليات تنفيذ المبادرة دي من الدكتور عزة لويس رئيس وحدة الأذون بوزارة البيئة يا دكتور حالك منوارنا أهلا وسهلا بيك صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين يا أهلا بيك يا فن يا دكتور احنا عاملين أهداف رئيسية بتسعى أو بتستهدفها مبادرة اللي هي مبادرة شارك في الحل بتسعى لتحقيقها ايه هي الأهداف الرئيسية اللي المفروض يتم تحقيقها؟ يعني هو زي ما حضرتك تفضلت هي مبادرة تم اطلاقها من وزارة البيئة طبعا برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد ضمن يعني كجزء يعني من الرؤية العامة لوزارة البيئة وضمن استراتيجية الدولة عشرين تلاتين احنا قطعنا شرط طويل طبعا خلال العشر سنوات اللي فاتت وهي فعلا بتستهدف تعزيز العمل المناخي كلنا يعني بنعاني من تغير المناخ طيب بكل تأكيد هنتكلم عن كل تفاصيل هذه المبادرة لكن بس أنا عايزة أعرف من حضرتك وحدة الأزون في وزارة البيئة طبيعة عملها ايه وإيه المهام اللي بتقوم بيه؟ واحدة الأزون هي موجودة في كل دولة من دول العالم هي بتعمل كنقطة اتصال ما بين الاتفاقية الدولية اللي هي اتفاقية ديينة وبروتوكول منترياد لحماية طبقة الأزون وبين يعني الجهات الحكومية طبعا والشركاء اللي هم أصلا بيتعاملوا في المواد اللي هي تسببت في ظاهرة استنفاذ طبقة الأزون طبعا من خلال طبعا وزارة البيئة كجهة مشرفة على الاتفاقيات البيئية الدولية ويعتبر بوروتوكول منتريال هو من أحد وأنجح هذه الاتفاقيات يعني فيه تعاون وتنسيق ما بينكو في وحدة الأزون في مصر وباقي الوحدات اللي موجودة في كل دول العالم طبعا التعاون ده بيكون على مستوى الدولي وجميع دول العالم هي يعني أعضاء يعني في أو يعني أطراف في اتفاقية ديينة لحماية طبقة الأزون وفيه تعاون على المستوى الإقليمي وفيه تعاون على المستوى المحلي ما بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني وطبعا عندنا كل القطاعات يعني لأن هذه المواد التي متسببة يعني كانت في تضاول أو تضاهر طبقة الأزون هي نتيجة استخدام مواد كميائية من صنع الإنسان وتستخدم في تطبيقات كثيرة جدا ويستخدمها قطاعات عديدة فإحنا يعني بنتعاون مع هذه القطاعات علشان توفيق أوضاعها والتحول لتكنولوجيات نظيفة وصديقة للبيئة ويعني بنحاول نوفر لهم دعم مادي ودعم فني من أجهات المنحة لأننا نعرف أن حجم الإنبعاثات عموما في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يعني يمكن لا تمثل 5% من الإنبعاثات على مستوى العالم لكن هذا لا يمنعنا أن نكون فاعلين ومشاركين للمجتمع الدولي لأن هناك مشاكل ظواهر عالمية لدينا اتنين ظاهرة عالمية ظاهرة تغيرات مناخية وظاهرة تدار سوق بالأزون والاتنين طبعا السبب فيهم واحد اللي هو الإنبعاثات النتيجة عن الأنشطة البشرية وعن الكيمويات اللي هي مخلقة اللي لها درجة ثبات عالية فبتبدل موجودة في الجو وليها عمر يعني ممكن يوم أو أسابيع ممكن شهور ممكن سنين طبعا بورتوكول مونتوري ويعني يعتبر تخلص تقريبا يعني من كل المواد الضرة لطبقة الأزون لكن هتقول لي طيب هي تعافت هقولك أني هي في طريقها للتعافي لأن هذه المواد لها درجة ثبات عالية فأهم حاجة أن أنت توقف التدهور البيئة لها القدر على التعافي بس هناك عمليات هدم وهناك عمليات بناء لو عمليات البناء كانت أكتر من عمليات الهدم فبيكون التعافي أسرع لكن طبعا أهم حاجة أننا نوقف التدهور حالك قلت أنكم تعاونتم مع جهات حكومية لدعمهم بحيث أنه يحصل تغيير بيبقى فيه تعاون دولي كبير بتتعاملوا ازاي بقى أو ازاي بيحصل شراكات مع المجتمع الدولي ككل وبالطبعية بيتنفس ده ازاي مع الجهات الموجودة في المجتمع المحلي طب زي ما حضرتك تفضلتي الدول النمية اللي من ضمنها مصر ليست هي المتسببة في هذه المعاناة التي نعاني منها بسبب تغير المناخ وبسبب برضو تدهور أو الأضرار اللي لحقت بطبقة الأزون علشان كده الحقيقة هناك ما يعرف بيه الصندوق الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وده الحقيقة احنا يعني بنشكر ونذكر العالم الجليل المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة لما كان فعلا في موقع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة قدر يقنع العالم أنهم يعملوا الصندوق المتعدد الأطراف وكل الدول الصناعية بتمول هذا الصندوق ويحصلوا كل ثلاث سنين مراجعة وربلانشمنت أو تجديد للموارد من الذي يستفيد من هذه الصندوق؟ الدول النمية اللي هي ضحايا اللي هي لم تتسبب في التكنولوجيا ولكنها مستخدمة لهذه التكنولوجيا يعني وحدة الأزون من داخل طبعا وزارة البيئة بتعمل حصر لمن الذي يستخدم هذه المواد ثم نتقدم للصندوق بمخترحات لتمويل الأنشطة توفيق الأوضاع وحصلنا يعني على الدعم عظيم وتقدمنا يعني ووفنا الحياة العديد من الشركات يعني والشركاء طيب ده جميل جدا دكتور شارك في الحل مين اللي هيشارك؟ أنا كمواطن وإزاي؟ شارك في الحل هي دعوة لكل مواطن لأن المشكلة كبيرة جدا نحن نكلم بصفة عامة على مشكلة تغير المناخ مشكلة تدهور طبقة الأزون هذه مشاكل بيئية ما ينفعش أن لا دولة واحدة لأنها ظواهر تتعدى حتى الحدود الدولية ويعاني منها كل سكان الكوكب الكرة الأرضية فإذا لم يكن الحقيقة هناك متسبب وهناك مشارك طيب يعني أحدي لك مثال بسيط جدا فضل يا فهم يعني مثلا أنا المدام بتاعتي عملت لي طبقة جميلة جدا وبعدين أنا دخلت المطبخ وحاولت أن أنا مثلا يعني أشارك طبعا عدم الوعي فروحت مثلا إيه لا أحط ملح فحطيت كمية كبيرة عمل صغير جدا بواست لها الطبقة فإذا فيه النهاردة نحن بنستهدف الفئات التي هي قليلة الوعي عايزين كل إنسان يبقى إيجابي ومش عايزين الناس تبقى يعني بتبزل مجهود كبير وعلى فكرة معظم الناس كويسة جدا معظم الناس يعني ممارستها سليمة ولكن ممكن فيه قلة القلة دي ممكن نتيجة يا إما ضعف الوعي يا إما إنه فيه سلبية فإحنا بنستهدف الفئات دي إننا نحاول نرفع الوعي لها ونخليهم إيجابيين فإذا ما كانش هو يقدر حتى يشارك في الحل على الأقل ما يبقاش هو السبب في المشكلة جزء من المشكلة صحيح أنا ممكن حاجة أكون بعملها وأنا مش أخذ بالي أكيد لكن أول ما حد يلفت نظري لها لا طبعا هأخذ بالي والتزم أكيد يعني أنا ابني مثلا ممكن يبقى مشغل جهاز التكييف وقاعد مثلا في قطه وبعد كده يخرج مثلا يروح مثلا البلكونة أو يروح يقعد في الصالون أو يتكلم في التليفون ساعة ساعتين سايب النور مؤلع سايب التكييف شغال هو مش أخذ لباله ماشي لكن هل هو كده مساهم في الحل لو ساهم في المشكلة وهو مش أخذ بالي هو بس هو هل هو مدرك ده دوري أنا بقى كأب بقى براجع بقى خش لا أنا أمشي أطف الأنوار أقفل التكييف يا ابني خلي بالك يا ابني كده في فئات مثلا ما بهماش إنها مثلا قادرة إنها مثلا فطولة الكهرباء مش مشكلة يعني يعني ربنا مقدرني ماشي يا سيد ربنا مقدرك بس أنت الموضول يبعد هذا استنفاذ لموارد طبيعية وده استنفاذ يعني الحاجات اللي بتحصل وده ملوث للبيئة فأعتقد إنه ما بقاش وارد إن حد يعمل ده حتى وإن كان مقتدر مادياً ولكن هو بيجور على حق الآخرين فإن هو يعيش في بيئة نظيفة بالضبط فإحنا عايزين الفئات دي تكون وعية وتكون يعني عندها نوع من الإيجابية وإن هي فعلا يا تشارك في الحل يا إما على الأقل تبقاش متسببة في يعني تفاقم أو تعظم المشاكل عشان نقدر نقيم المبادرة ونقدر نعرف الناس استفادت ولا لأ حتشارك ولا لأ لما شاركت النتيجة جت إزاي نسبة نجاح المبادرة كل دي حاجات أنتوا حطين آليات لتقييم المبادرة وحطين آليات تعرفوا بيها الناس فعلا استجابت ولا لأ أكيد طبعا أن وزارة البيئة عندها آليات طبعا عندها محطات رصد وقياس وإذا كانت يعني هي لا تملك كل حاجة لكنها بتتعاون مثلا مع الجامعات ومع كل يعني يعني الأجهات والمؤسسات التي هي بترصد نوعية الهواء وجودة المياه والتربة كل الكلام ده طبعا بيتم قياسه وبيطلع في تقارير ثم يتم تحليل البيانات دي ثم يتم يعني قياس أو الوقوف على مدى التحسن أو مدى التدهور فطبعا الأليات موجودة وبس طبعا برضو دي لازم يعني تتكامل الجهود وتتعاون ويعني الوزارة طبعا يعني الحقيقة هي منصقة ما بين يعني الجهات كثيرة بكل تأكيد وزي ما حضرتك قلت أن هي مسؤولية الجميع الوزارة والجهات الحكومية هتقوم بدورها وهتقوم بدورها كمان في عملية التوعية وهتتكلم مع كل الناس تتكلم مع أصحاب المصانع مع أصحاب الشركات وده جانب على الجانب الآخر في مسؤولية فردية علينا إحنا إحنا ممكن يكون عندنا ممارسات وإحنا مش واخدين بالنا منها زي ما الدكتور عزت كده قال سواء بقى متعلقة بالكهرابة إسراب في مياه كل الحاجات دي لها تأثيراتها طبعا على البيئة وتأثيراتها كمان على التطرف المناخي اللي بنشوفه اللي بيكون ليه إنعكاسات علينا في كل مجالات الحياة وممكن كنا نتكلم من كم يوم عن إنعكاساته على الزراع على سبيل المثال كل شكرا لحضرتك دكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة شكرا جزيلا لك فان أنا تشرفت بحضرتكم شكرا للدعوة شكرا